متابعين الكرام كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أنا الآن داخل المسجد العمري الكبير هنا في مدينة غزة الذي دمر بشكل كامل بفعل القصف الصاروخي من قبل قوات الاحتلال في حربها المتواصلة على الأثار الفلسطينية والإسلامية تحديدا هنا في مدينة غزة والتي على رأسها المسجد العمري الذي كنا في رمضان من كل عام نقصده كفلسطينيين من مختلف الأماكن سواء من غزة المدينة أو حتى من مختلف محافظات قطاع غزة ومن الفئات العمرية المختلفة كنا نأتي جميعا إلى هذا المسجد لأداء الصلوات والإحياء التقوس والأجواء الرمضانية بداخله لكن هذا العام مختلف تماما كما تشاهدون حجم الدمار في هذه الساحة الأساسية للمسجد في مثل هذه الأوقات كانت هذه الساحة تعجب آلاف المواطنين من قارئي القرآن الكريم ومن حلقات الذكر وحلقات العلوم الشرعية والدينية لكن الركام هنا هو الحاضر الوحيد في ظل أجواء هذا الشهر الفضيل هذه الساحة الأساسية وهناك أيضا ساحة خارجية على الجهة الشمالية من هذه الساحة قد دمرت هي الأخرى بشكل كامل بفعل القصف الصهيوني المتواصل بالمناسبة على مدينة غزة هذا هو رمضان الأول منذ عقود يمر على المسجد العمري الكبير بدون مصلينة